اشتركوا في القناة الشنطة فيها عشرين الف جنيه طبعا الشنطة دي صاحبتها كانت عند المترو طبعا ونسيت الشنطة جنب السورف انا طبعا بكلمكم برضو بشكل مبسط شوية وبعد كده هو افتكر فيها يعني عبيوة نسيفها او حاجة زي كده طبعا هو فتح الشنطة لما فتح الشنطة لقى فيها مبلغ عشرين الف جنيه فتح لقى فيها الكلام ده في ظرف بعد كده لقى في محفظة حوالي من الف الالف ونص وبعد كده لقى مبلغ برضو في الشنطة اتصل بصاحب الشنطة راجل جيه طبعا راجل كان يعني من الناس اللي هما يعني غلابة يعني الناس اللي هما انتو عارفين اللي هما الغلابة يعني فطبعا الحمد لله لقى الشنطة وصلها لصاحبه انا طبعا بوجه رسالة شكر وتقدير للكابتن احمد مجدي احنا طبعا الوقت اللي احنا فيها جماعة صعبة جدا اللي بيلاقي حاجة ما بيوصلهاش وخصوصا برضو يعني دي حاجة كويسة ايجابية للشرطة وانا طبعا بدينه كحية اتفضل الكابت الخلود النهاردة يشرفنا ويسعيدنا في لقاءنا النهاردة مع الدكتور هشام المليجي صاحب او الملقب بالايدي ناعمة في جراحات السمنة والتجميل وكمان مش بس في الطب ده كمان مدرب انتخب مصر في الجودو اهلا بيك يا دكتور اهلا بيك يا دكتور ازاي بقى يا دكتور وفقت بين طب الجراحة كمان مع لعبة الجودو لان الموضوع اكيد صعب هو طبعا بداية ان الواحد يوصل اصلا ان يكون طبيب ده بيكون البداية من الدراسة من المدرسة طبعا طبعا اصعب مراحل فترة الدراسة مع الرياضة ودي فترة طبعا بتلاقيها معظم الاولاد الامور بيحاولوا يساعدوا اولادهم ان هما يحاولوا يوفقوا بين الاتنين ان النظام بتاعنا يعني صعب جدا ان انت توفق بين الاتنين محتاج ان انت تستغل كل دقيقة في يومك بنظام على اساس ما يجيش الرياضة على الدراسة فطبعا ان انت تمشي الاتنين موازي ببعض مع بعض ده صعب صعب جدا ومحتاج عمره ما بيكون شخص واحد هو اللي بيعمل كده ده فريق عمل يعني وانا صغير والدتي ووالدي واخواتي واصدقائي وانا بكبير والدتي واسرتي من اول زوجتي لأولادي كل دول بيشاركوا معايا في المعاناة دي في الاخر هي معاناة ما شاء الله يا دكتور يعني ما شاء الله يعني كمية ميداليات تقريبا من عمر أبدئي والله انا بطلت الرياضة عندي وانا عن سبع سنين رياضة الجودو دي رياضة الجودو طبعا انا في المدرسة كنت يعني ملقب باللعب الرياضي كنت بلعب خمس ست سبع لعبات في رابعة وخمسة مثلا كنت انا بلعب هاندبول باسكتبول فوليبول جودو كاراتي بانكبونج اي حاجة رياضية بيحتاجه اي حد الرياضي كنت بتطوع والحمد الله كنت بأدي كواس جد ولكن اللعباتي الاساسية هي لعبة الجودو لعبة هي تعتبر جنتلمان جنتل هاندلنج of self-defense يعني ازاي انا بتعامل ان انا ادفع عن نفسي بطريقة مهزبة ان انا طبعا معظم الرياضات العنيفة هي اساسها ان انت بتبتدي الاتاك تبتدي انت اللي بتهاجم اللعبة الجودو الوحيدة اللي هي اساسها الدفاع عن نفس انت جاستن حد يحاولي قرب منك هو هيلاقي بس فيه فكرة تاني بعيدة عن دفاع عن النفس وهو اللي فيه كتير قوي يقولك اللعبة دي مش ضعيفة مش قوية ومش زي كرة ايه او زي التايكوندو او زي الملاكمة او زي المسارعة لا هي قال لهم يعني مش محمس ديهم وما يلعبوها يعني هل برضو الكلام ده مش صحيح خالص ان معظم الرياضات اللي هي فيها دفاع عن النفس لما ابتدت تتجمع في رياضة واحدة اللي هي الرياضة زي اللي هي بتتعمل في الباكس اللي هي السلف دفنس اللي هي بتتعمل في دوباي اه زي الميمي وكده هتلاقي المميزين دايما واللي بيطلعوا الاوائل هم رياضة الجودو يعني احنا سي عندنا احنا كابتن ماجدي من اللعيبة عندنا الجودو والريدي مميز هناك في الرياضة ان احنا عندنا فن الرمي والكسر والخن والتسبيت وصعب تلاقي الاربع حاجات دي في رياضة واحدة غير الجودو فده بيديك ميزة ان لأ ان انت لأ مختلف عن رياضة تفايل السلف انت فانس داين هل في استمرار في لعبة الجودو؟ بمعنى استمرار ايه؟ يعني هل حضرت لسه بتمرن متخب الناشئين ولا؟ لا طبعا الفترة اللي فاتت الاخر انا كنت ضرب لمنتخب الناشئين 2016-2017 وموسم التاني كان 2017-2018 تمام طبعا بقى كابتن خلود الحلقة فيها فجأة شوية هنتكلم عن تكميم المعدة طبعا دكتور موضوع تكميم المعدة فيه لأس كتير ما تعرفوش كتير جدا بعض معناس تقولهم تكميم المعدة ولك يعني ايه تكميم المعدة احنا قضيين برضو نعرف المشاهد يعني ايه في المقام الاول تكميم المعدة هيتكميم المعدة يعني اللفظ جاي من تحويل المعدة الى كوم يعني موضع على شكل موضع يعني على شكل الكوم هو اسمها بالانجليش sleeve sleeve يعني كوم فهو بنحول المعدة بدل ما حجمها اللي هو الشكل الدائري الى شكل straight شكل مستقيم زي الكوم احنا بدأت الجهاز الهضمي عن طريق الفم بنوصل بعد كده المريء المريء ده عبارة عن زي تيوب امبوبة بعدها بنوصل للمعدة المعدة بنحولها بدل ما هي جزء كبير تيستوعب كمية اكل كبيرة الى جزء صغير يستوعب كمية قليلة ففي الاخر شكل المعدة بقى شبه المريء شكل الكوم شكل الامب تيوب طيب يا دكتور بالنسبة لموضع التكميم يعني انا عرفت ان هي بيتقص منها جزء ويبقى حوالي 20% من حجم الطبيعة بتاع المعدة طيب ازاي يبقى 20% ده الموجود والمريض او الحالة بترجع تاني بسمها بيرجع تاني يزيد فين الخلل في الموضوع هو هو مش قصة خلل هو الخلل من احنا اوه انا عايزة اعرف ربنا قريدي خلقنا واحسن تقويم احنا مشكلتنا ممكن باخطأنا احنا نبتدي ندخن ولما نبتدي ندخن بنحاول نرجعك تاني على الطريق المستقيم ان احنا بدلا ما نخلي معدتك كبيرة نرجعها تاني معد الطفل زاير طيب انت قريدي غلط وزودت وكبرت حجم معدتك وربنا خلقك الحجم المثالي فانت الطبيعي لما احنا بنقلل بعد فترة لو انت برضو اهملت في نفسك وابتديت تاخد كميات الاكل الزيادة عن اللزوم الطبيعي المعدة هي stretchable العاملة زي الاستيك حتى لو هي بقى 20% حتى لو هي بقى 20% بترجع تاني بس هي ما بترجعش بنفس حجم المعدة لربنا خلقها تاني ولكن هي بيكون اقل كتير وممكن توصل 50% بس بس في الوقت اللي هي بتوصل 50% انت في الوقت ده ممكن وزنك يزيد بسبب حاجات هيرمونية بتحصل جوة الجسم ربنا بيعمل adaptation بيعمل اعادة تنصيق للجسم انت حجم بعدك بقى صغيرة وغير مناسبة ان حياتك تعيش بطريقة مستقيمة ففيه هيرمونات في الجسم بتاعة الامتصاص الاكل بتزيد فلما بتزيد بقى كمية الاكل الصغيرة اللي الزمان ما كانتش بتتخنك ممكن تتخنك معانا مدخلة معانا مدخلة هلو سمع عليكم عليكم السلام اهلا بيك الله يخليك كابت الخلوج عامل يا دواء الله يخليك سؤالك انا انا عازك يا دكتور اهلا بيكتور اهلا سهلا ازيك اهلا بيكتور انا بس انت عايزة عاملية التكميم وباتقال لها ضرارة مالهاش فانا متسنى يعني عايز عاملية لفيتجي حاضر شكرا شكرا جميل حاضر ماشي قصد الزارة شكرا اه السودة كنت هسألولك فعلا بس هو حارة وإيحييي اي حاجة انت هتاخد لها خطوة بدون لازمة قبلها اضرار رقم واحد يعني لو انت عندك ما عندكش آلام وخدت قرس المسكن هيعملك يا اما مشاكل في المعدة اما هيعملك اثار جانبية مدام خدته بدون فايدة فاحنا العمليات دي لازم لما تتاخد تتاخد بعد دراسات وبعد كشف ودكتور بيشوف ايه المناسب للمريض ان خطوة ان انا اعمل عملية على طول ده مش غير محبس خالص لان اكيد مدام داخل غرفة العمليات وتعمل اجراء جراحي في نسبة خطورة حتى لو بنتكلم في نصف المية بلكن لما تيجي بنفكر دايما بنفكر الميزات قصاد العيوب فانت قريدي لو انت داخل تعمل العملية وهو هي مناسبة ليك وهتاخد الميزات تسعة وتسعين ونصف المية وتسيب نصف المية انت كده اخذت الاختيار المناسب ولكن لو انت دخلت وانت جاست انت عاوز تخص عشر كيلو هتلاقي قصادها اضرار اكتر من الفايت فدايما احنا بنحبز ان احنا المريض مش هو اللي يختار بيروح للدكتور المتخصص والدكتور بياخد تاريخ الحالة ويقول له افضل حاجة ليك كذا ودايما هتلاقي الاختيارات رقم واحد النظام الغذائي والرياضة ولكن لما المريض بيفشن مرة واثنين وثلاثة وبيكون عنده حالة اليأس بنتطر نلجأ للجراحة تمام يا دكتور يعني في حالة الجراحة في كذا يعني كذا عملية يعني في تكميم في تحميل مصار اه ايه الفرق ايه اه احضرتك اكيد اللي بتنصق له حاجة زي كذلك بالزبط هو اول حاجة ان البلونة ده جزء وعملات السمنة كتكميم او تحميل او ساسي او العملات السادي او العملات التانية ده جزء تاني البلونة المعدة هي معمولة كحاجة مؤقتة بديلة للعملية للناس اللي ميزانهم يزيد من 10 الى 20 كيلو طب ميزانهم يزيد 10 الى 20 كيلو من ايه من ال идyl بتاعه مش من ميزانهم يعني ان سي انا ال idyl بتاع مسلا 85 كيلو بس انا دلوقتي وزني بقى 100 انا كده زيادة عن ال idyl بتاعي 15 كيلو هو ده اللي بيتحسب فاحنا البلون لما نيجي نعملها نعملها للمريض اللي زيادة عن ال idyl بتاعه من 10 الى 20 كيلو ايه الهدف من كده لما نركيب له البلونة بتاخد حيز من المعدة كبير بيأخذ الأكل صغير فبالتالي أكلته قلت كأنه عامل رجيم غصبا عنه لمدة 6 شهور إلى سنة في الفترة دي بيخسله من 10 إلى 20 كيلو ينزل للميزان الآيدل طب ليه احنا بنفكر في الميزان الآيدل ان انت لو وصلت للميزان الآيدل كل هرمونات جسمك بترجع للنظام المزبوط اما اي واحد عنده دهون زيادة دهون الزيادة دي بطلع هرمون بتلقبط هرمونات الجسم ومنها هرمونات الجوع وهرمونات الشبع فالتنين دول جست ان يتلاعب فيهم عشان كده احنا في ناس كتير وزنها زيادة قوي بنقول لها مش عارف تعمل رجيم انت مش راجل انت مش قوي لأ طبعا هو عنده حاجات مأثرة عالية في هرمونات هي المأثرة عالية ومخليها مش هي قدر يأخذ الخطوة دي وبيأتلك الميات صغيرة يعني بيأتلك الميات صغيرة هنتكلم عن النقطة دي بس بعد مداخلة الوزن كبير هنتكلم عن النقطة فيه داخلة معنا سلسة سلمة معنا اه ازاي حضرتك عامل ايه الله يخليك يا رب ربنا يكرمي منور يا كابتن والله والستاذة سلود منورك منورة حاببتي مشتريه حاببتي البرنامج جميل وحبيت ارحب بيكو طبعا انا زميلة كابتن طارق سلمة السيد اهلا بيك ازاي قبلة سلمة اهلا بيك يا كابتن المزيعة المتقلقة ربنا يخليك يا رب حبيت ارحب بالضيف اللي معاكو دكتور إشام مشارف يعلم وحاجة يعني الواحد مفتكر ان انتو جايبينها في الحلقة معاكم الله يخليك الله يخليك يا سلم حبيت ارحب بيكو بس وعمل مدخلة كده واسلم عليكم ده شرف كبير لينة متقلقة الشرف لينة كتب الله يخليك يا سلم شكرا الله حاضرت برجع بقية دكتور للسؤال بتاعنا هي بتاكل كميات صغيرة وعملت تكمين ناعدة وبتاكل كميات صغيرة بس برضو جسمها بيزيد ومع الوقت بتاكل حلويات كتير جدا يعني شوها في الحلويات بقى غاصب عنها بتاكل حلويات كتير احنا اقول حاجة العدو الاول لعملات التكميم الحلويات يعني احنا من اول سؤال نسأله للمريد لما خلاص هناخد قرار ان احنا هنعمل عملية انت بتحب الاكل السويتس اللي هي السكريات ولا لا لو هو بيحب لازم اعمله شفت الجزء تاني يعني اعمله العملية شفت لتحويل مصار اوساسي اوساني اما التكميم العدو الاول السكريات ليه ان التكميم احنا بنترجط حاجة واحدة ان احنا بنقلل الاكل طب انا قللت الاكل بس بدخل سعرات حرية عالية بدخل باكل بسبوزة كنافة شوكولت عسل كل حاجة سعرات حرية عالية جدا تخلي ان انت وزنك ماينزلش وبالعكس ممكن تزيد مع انه كانت حاجة صغيرة فدي اول عدوه طب احنا ممكن حد يعني يعمل عملية تكميم ويدخل اول سبب فشل العملية اللي احنا قلناه اللي هو ايه السكريات فهو لو بيأكل سكريات من بعد العملية على طول هتلاقيه بينزل بس بينزل قليل بس هيوصل لمرحلة اسمها البلاتو السبات بدري ويبتدي يزيد بدري احنا متوسط عملية التكميم ان هي تجيب نتائج بممتازة خمس سنين بعد الخمس سنين انت اللي بتعمل عليها كنترول يا اما انت بتفضل طول حياتك على الميزان ده اما تبتدي تزيد بس هتبتدي تزيد واحدة واحدة مش مرة واحدة للخمسين كيلو او ستين كيلو اللي نزلتهم بس انت لو قدرت لقيت نفسك بتزيد بقى تلاتة اربعة خمسة كيلو بتبتدي تعمل ايه كنترول ما عملتش كنترول هتبتدي الدايرة مفرغة بتاعت السمنة من اول و بديد وترجع للعملية اللي بيسبب الخمول والدوخة وان هي لازم تاخد سنترم عشان تقدر تكون مركزة وكده السكريات هي السبب الرئيسي في حالة زي كده؟ لا خالص الاول حاجة هي اللي بيعمل عملية السمنة بقى نظام اكله تغير عن النظام العادي النظام العادي فيه ناس ممكن تقعد طول يوم ما بتاكلش بتاكله غير واحدة وتلاقيه زي الفول ما عندهوش اي مشكلة غير بعد ما يأكل يحب ينام ان طبعا الدم كله راحل الماء اما مريض السمنة لو التزم بالنظام الغذائي انه هو بيأكل من اربع لخمس واجبات في اليوم عمره ما يحتاج فيتامينات كمان يعني هو بيحتاج فيتامينات اول شهرين ده في التكميم واول ستة شهور في التحويل المصار ولو هو اصلا قبل العملية عنده نقص فيتامينات هيحتاج بعد الفترة دي فيتامينات طب لو هو بعد العملية ابتدى يمشي بالنظام الصح انه هو بيأكل من اربع لخمس واجبات قليلة وفيها كل الحاجات اللي فيها الفيتامين زي الخضار والفاكة والبروتينز والحاجات كلها يعني ما يكونش بينقص من اي حاجة ده ما بيحتاجش فيتامينات انا معظم عينيني بعد شهرين ما بديش فيتامينات غير للناس المحتاجة الناس الغير منظمة الناس المنظمة ما بديش فيتامينز اصلا طب ايه الوقت المناسبة يا دكتور انا اروح اعمل عملية مثلا سواء تحويل مصار او تكميم معدة الوقت المناسب مثلا يعني هل في سن هل في ايأس مثلا من حياتي اللي انا وزني بقى زايد بشكل كبير جدا ولا هل انا لو وزني مثلا زايد عشرة كيلو اروحها يعني اعمل برضو عملية احنا اهم حاجة عندنا ان احنا نقول ده ينفع ايام العملية ولا ما ينفعش اول حاجة ان وزنه يكون وزنه ومع طوله النسبة بتاعت اللهية الكتلة الدهنية فوق ال 35 الاياس ده بنقيسه ازاي بنقيس الوزن بتاعه بالكيلو جرام على الطول على الطول بالمتر في باور 2 يعني ضربهم في بعض يطلع ناتج الناتج ده الناس الايديال اللي هم يمزانهم كويس جدا 25 من 25 ل 30 ده بنقول عليه اوفر ويت اللي هو عنده زيادة في الوزن بس ما فيش اي اثار جنابية من السمنة اللي عنده على صحته من اول 30 نبتدي مرض السمنة من 30 ل 35 ده بنسميه سمنة درجة اولى من 35 ل 40 سمنة درجة تانية بعد ال 40 بنسميها المفرط طب مين اللي يعمل العمليات التكميم او التحويل فوق ال 35 ده هو ده الايدل طب انا اي حد فوق ال 35 هعمل له عملية لا برضو انا عيان جالي فوق ال 35 ولسه ما عملش الرجيم ولا مرا في حياته بلازم نتجه الى ايه الرجيم انه ممكن فيه ناس كتيرة جاتلي وتعملت معاها معاملة الرجيم وخسوا 40 و 50 كيلو وفضلوا لحتى الان وزنهم سابت خلاصهم ما عارفوا الطريق بتاعهم وعارفوا اتجاههم من ناحية الرياضة مع الغزى السليم وحسوا بالفرق فحافظوا على ده فيه ناس مقدرتش اللي مقدرش هو ده اللي جاناله للعملية طب مشكلتنا ايه دايما ان الناس اللي بيجي لك بعد فوات القوان اللي بيجي لك بعد ما السمنة عملت له كله مضاعفاتها من خشونة في الركب وتغيق المحتاج يغير مفاصل من ارتفاع في الضغط من ارتفاع بالنسبة الكوليسترول من سكر وبياخد له علاجات قد كده من دي التنفس وهو نايم ما بيعافش ينام على غير على ثلاث مخدات دول بقى مشكلتهم ان احنا بيواجهنا مشكلة في دخول العمليات ان فيه نسبة الخطورة بتاعت العملية بتضعف ان حالته الصحية اصلا غير مؤهلة ان يخش عمليات فده طبعا بنعمله حاجات معينة كتير عشان نخليه في الاتجاه المظبوط اللي انا بعمله بالنسبة بقى نرجع معانا بس الاول كانت تقوله معانيش معانا مدخلة لا معانا مدخلة السيد اوليق عليكم السلام عليكم لو سمحت اكلم الدكتور انت فضلي فضلي لو سمحت يا دكتور انا كنت عاملة منظر في معدتي وعلى طول عند التهابات فيها وكان وزني يعني كنت 95 بقيت 89 كيلو بقيت 89 كيلو بقيت 89 كيلو بقيت كم؟ بقيت 89 كيلو تمام يعني خسيتي 6 كيلو خسيتي 6 كيلو بسبب التهابات المعدة انت مش قادرة تاكلي من التعب اه بس ساعات نفسي تنفتح بقى تلاقيني مش بص يا دكتور باكل اي حاجة يعني يعني ممكن تنفتح اغيباكل طول النهار وطول الليل معانا الحالة النفسية طبعا بتأثر طبعا تمام السؤال حضرتك انا تكميم معدى لحضرتك انا طول 170 ايوا وعايزة يعني ارجح تاني زي ما كنت انا اصلا من 10 سنين ما كنتش كده هي عاوزة تخس يعني عاوزة تنزل تمام اه اوكي هديك في اي اسئلة تانية اه انا هاردها لحضرتك وعايزة اعرف ايه التهابات المعدة دي على طول ملازماني ليه تمام واخد ادوية ومفيش فايدة هل هي متعني تكميم تمام وممكن يا دكتور رقب حضرتك على الشاشة او اي حاجة عشان نتوصل مع حضرتك حطوا جماعة رقب الدكتور على الشاشة بعد اذنكوا تمام حاضر حضرتك اوكي حاضر حاجة احنا احنا اول حاجة برضه لازم نكون ناخد بنا منها ان احنا كل اجراءات السمنة اللي احنا بنعملها من بلون او تكميم او تحويل ممنوع ان نعملها للمريض عنده مشاكل في المعدة ان انا لو عنده مشاكل في المعدة التوصيلات او الدباسات اللي احنا بنستخدمها هتأثر في الدرجة الالتقام في الاماكن دي وممكن يبوء بان بيحصل حاجة اسمها تسريب وخطورة فاحنا دايما العينين دول لازم نعملهم التشك قبليها العيان اللي بيشتكي من معدته دايما او عنده ارتجاع مريء وعايش به اول حاجة بنطلب منظر معده عشان نشوف نقايم معدته فيها درجة الالتهاب ايه عندنا نسبة تسعين في المائة من الالتهابات دايما بيكون بكتيريا اسمها بكتيريا حلزونية ودي بناخد لها علاجات العلاجات دي بتهدي الالتهابات دي طب فيه اسباب تانية غير بكتيريا حلزونية اه طبعا الاكل طبيعة الاكل لو الناس اللي بتاكل الحاجات سبيسي الحاجات الشطة الحاجات سبيرتس اللي هي الحاجات زي البيبسي والسفن والحاجات اللي فيها السودة كتير الحاجات اللي هي اللي الناس بيتعرض للدخان سموكينج الناس اللي هم بيحتاجوا ياخدوا مسكنات كتير لأي حاجة بسيطة ياخد مسكن معدته بالتهاب جدا الناس اللي بتحتاج احيانا نسبة لكورتيزون بسبب الازمة او بسبب الالتهابات واحيانا بيكون حاجات related family كده بقى يعتبر ان سؤال بتاعي الجواب عليه ان كنت هسأل لو حد عايز يعني في نسبة الدهون ان هو 20 او 15 ل 20 كيلو زيادة فده احنا قلنا البلون في المعدة اه بس لازم برضو معدته اه بس لازم معدته لازم معدته تكون كويسة مفيش ارتجاع مريء مفيش التهبات طب لو عنده ندي له علاجات نعالجها ان حاجات دي بيكون علاجية نعالجها ونعمله منظر تاني نطمن نركب البلون طب البلونة ممكن تزود له او ترجع له الحاجات دي وارد امتى لو ما ادلوش علاج انا عرفت ان المريض ده عنده التهابات وديته علاج وخف هركب البلونة لازم ادي له العلاج وقائي قبل ما يحصل التهاب ادي له علاج ان حافظ ان المعدة تفضل سليمة لغاية مشيه للبلونة طب فيه ناس بقى ما تتعالجش يعني معدتها ما تتعالجش وارد بيحصل لان هو بياكل الاكل الغلط وبرده ملتزم بيه ده بنضطر ان احنا نلجأ له بحقا ادوية ادوية تساعد ان هو يعدي الكصة دي او نعمله حاجات تجميلية زي شفط الدهون او شد الترهولات في الاماكن اللي مدايئة مدام عشر عشرين كيرو معانا مداخلة مين معانا؟ ايو اسلام عليكم مين؟ مرام زكا مرام اي انا دكتور طارق اي معك كابتور طارق اتفضل ايوه اسألي يا مرام عاوز اسألي على حاجة؟ ايوه انا كنت تعيي اتقل بس اني انا سبني 21 سنة والوزن ضعيف جدا الوزن ضعيف؟ ولا قليل؟ ولا كتير؟ قليل يعني ضعيف يعني قليل قليل يعني انا عني 21 سنة والوزن 54 53 كده يعني وطولي كده ايه؟ طولي 165 يعني كده دكتور محتاجة عشرة كيلو مثلا هي برضو احنا لازم نكون يعني متفقين ان احنا قصة الايدال دي ما بينفعش على كل الناس يعني في ناس احنا ممكن الرجالة الايدال دي ما يكونش مناسب ليه يعني عندهم نسبة عضلات كبيرة فتلاقي لو هو عنده نسبة عضلات كبيرة تلاقي ان المزانه المناسب ما يكونش 25 اللي هو الكتلة 25 لا تلاقيه الانسب 28 على العكس انه ممكن تلاقي فيه سيدات ما عندهش عضلات وده بنسبة كبيرة وتلاقي الانسب لها كشكلا انه يكون الكتلة الدهنية بتاعتها قريب من نحافة يعني 23 22 هل دي لازم اقولها اديكي حاجات اوصلك ال 25 او ده اقوله لا اقلل من العضل اوصلك ال 25 لا طبعا هو نسبة الايدال دي دايما بيكون رينج يعني مفيش حاجة اسمها هي كده هي اللي بتتكلم كان من صوتها ان هي متضايقة ان وزنها ده جزء تاني بقى هي بقى متضايقة فيه ناس تانية هتكون زيها بالزبط بس مش متضايقة فلو هي متضايقة بنعمل لها تحليل نتطمن ان ما عندهش خلل في هرمون الغدة الدرقية او بنتطمن ان احنا بنعمل لها تحليل للبراز نتطمن ما فيش فطريات او بكتيريا او عسر هض ونديها العلاج المناسب لتصبيت الكلام ده بجانب ان احنا بنديها حاجات مقوية وحاجات ترفع من وزنها شوية دكتور هشام طبعا للأسف الفكرة خلصت احنا طبعا محتاجي لك معنا في حلقات كتير موضيع ما خلصتش كان نفس اسألك بجد يعني اسئلة كان عندي اسئلة كتير جدا تخص الصبح يعني ان شاء الله نعوضها الحلقة بإذن الله ان شاء الله بإذن الله شكرا دكتور هشام شكرا خلود عزيزي المشاهدين إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة